اشتركوا في القناة والفقر وطني للشهر القضائية كذلك بعض المؤسسات لأن القانون ينص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا بناء على حجاج عرضة ونوقشة شفائين بالجلسة والمحاكمة العادية الاقتصادي مواجهة هؤلاء المتهمين بهذه الشهود ونحن لم نكن انتقائيين في طلبتنا المتعلقة بسلاء الشهود مطلبنا شغير شهود النفل طالبنا بشهود النفل وشهود الإثبات وحتى بشهود الزور لكي ينفذ الملف هذا وإن شاء الله السلام عليهم الملف سيعرف مفاجأة أخرى ذلك أنه كم جموعة من الوقائع التي سيتأتى لنا ضحضها بوسائل مادية أو بوطائق وللإشارة الملف جرت أخيره لجلسة الجمعة المقبلة الأسبوع المقبلة إن شاء الله صباحا هذه الجلسة حاول الدفاع يعني أن يتقدم بطلبات تتعلق بإحضار ملفات ووطائق غير موجودة في الملف ونعتبرها ووطائق حاسبة بالإضافة إلى طلبات تتعلق بشهود سدعاء الشهود يعني كذلك حاسمية الملف أنا أولا أخفى عليكم أنه بعد ذات الطير على المسترى اتضح عنده تم الاستماع لجمعة من الأشخاص وتم الاستماع لأشخاص متعددين اللي يعتبروا كشهود في هذا الملف وللأسف يعني بعد ذات الطير على الملف اتضح عنده لم يتم إجراء أي سمواجهة بين هؤلاء الشهود والمتهامين لوقوف الحقيقة الملف لوح النقطة التالية أنه الشاهد الرئيسي أو الطالب لحق المدني الرئيسي أو المشهد الرئيسي والمدعاء الحاج حمد بن إبراهيم اللي عنده أوجه متعددة في الملف أو وجه متعددة في الملف يعني قال كلام فيه مغالطات كثيرة وللن يتم الوقوف على مدى صحتها أولا من خلال إجراء مواجهات بينه وبين باقي المتهمين تليم من حيث البحث في صحة هذه المعطيات وهذه الإشكال تكرر أمام مؤسسة التحقيق لأنه بعد التلاع على مجرية البحث أمام السلق التحقيق تكلم مرة أخرى أنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين الشهود ما اعتبروا شهود هذين ينف والمتهمين أو خصوص من ذلك الشخص الذي واضروا في سيساعد المنزلين لم يتم إجراء مواجهة بينه وبين هذا الشخص اللي هو حاج حمد بن إبراهيم ومن أجل وقف الحقيقة خصوصاً وهذه النقطة المحورية أنه هذا الرجل يقول وتقول وقع الملف على أساس أنه تقدم بسبع شكايات قبل أن يحرق هذه الملف وهذه الشكايات اختفت من الملف لذلك طالب لا بإحضارها باش نعرفوا هل في هذه الشكايات ذكر اسم السيساعد الناصر مضيوم الشكاعد أم أن الأمر في تفيد حسابات أنه هذا الرجل ارتأى أن يدخل أو يقحم اسم هذا الشخص باعتباره شخصية عمولية لتأثير على مصار الملف من أجل إعطاء هذا الحجم وهذا الزفر حتى تقرر الذي أعدته الفرق الوطنية تقفل على أساس أنه إسم السيساعد الناصر لم نذكر شكايات السبعة التي هي كانت أساس تحرك هذه الملف ولا إشارة في السيساعد الناصر إضافة إلى أن المساطر التي أنجزت كذبة 2015 و2019 لا لسي الحاج حمد بن إبراهيم ولا لباقي المتهمين الذين اتهموا في الملف تعلق بالشوحنة الربعين طول لشتات السيساعد الناصر ليس فيه أي إنشارة أو ذيكي السيساعد الناصر كيف اليوم من بعد هذا الشيء من بعد تحكمونا سمشاونا سمليوم عاد يجي هذا الرجل يقول لنا هذه الكذبة الكبيرة اللي أراد من الجميع أنه استخد ذيكي اليوم هذا الرجل بني على كذبة كبيرة أقول كذبة كبيرة ويجبنا اليوم كدفاء النوتي بثال للمحكمة أولا والرأي العام الوطن ينتظر أننا أمام رجل لا يقول الحقيقة حتى لا أقول رجل كذب لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر